احنا انا وصحابي جروب من اقسام مختلفة عندنا في الكلية بنتكلم لغات مختلفة فبننزل اماكن سياحية زي القلعة زي الاهرامات زي مجمع الاديان زي كنيسة سانت ماري جيرجيس زي الاماكن دي كلها اللي احنا ممكن نقل فيها النيتيفز نحنا معهم عملية براكتس للغة بتاعيتنا مش اكتر ونحنا برضو نحاول ننشط السياحة ان هم يبقوا فهمين ان احنا بنتكلم معاهم فهمين لغاتهم فهمين ثقافتهم نعرف نتعلم معهم ازاي الكلام ده كله نتكلم مع سياح ونحاول نوصل لهم فكرة ان البلد دلوقتي هو على اختلف عن قبل كده وان السياحة المفروض ترجع لبلدنا تاني على اعتبارات ان الوضع دلوقتي اصبح اكتر امان من فترة ما بعد الثورة مباشرة المرشد يعني بشرح لهم عشر دقايق مثلا في المسجد مش اكتر فما بيتدهمش كل حاجة فهم ممكن يرجعون لف حاجة حاجة مش مش خاصة بالمسجد مثلا حاجة مش خاصة بالاغرامات حاجة عن عادتنا وتقاليدنا احنا ممكن يرجعون لحنا احنا بمفاهم لهم الاماكن الساحية يعني ساعات الناس دول امني بيتجاوبوا معانا مثلا بيودوا ان هم يدخلونا بيسبونا اتعامل مع النيتف وكلام ده كله وفي اماكن ألا تتشارك تباينforات مفاهم بمتازم اي ، ألتح المقادر من هذا القوة لوجود رعاهم them are a very good activity that students could take tourists around in Egypt or in Cairo because there are too many crooks offering services and all they want is money and و أهداً لغاONA من اليوم جيد لذلك.. أنت من التع BundesنكRemat ابقبت هو تشخصي أصباع اليوم حقا أن يتوقيف رسمψون بهakران shuttle ترجمة نانسي قنقر